مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أرحب بكم طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني عشر مسار أدبي ومع درس جديد من دروس مادة التاريخ أحباء طلاب تحدثنا في الدرس الماضي عن الأقليات في المواثيق الدولية وعلمنا أن قرار في العالم يعيش فيها العديد من الأقليات يتمتع بعضها بما يتمتع به كافة أفراد المجتمع من حيث الحرية الدينية وكذلك المشاركة السياسية كما علمنا أيضا طلابي الأعزاء أن هناك بعض الأقليات تعاني من بعض المشكلات في بعض البلدان ومنها مشكلات تتعلق بالهوية وكذلك مشكلات تتعلق بتقييد الحرية أو الحريات الدينية وأيضا مشكلات تتعلق بتقييد الحريات السياسية أما عن حقيقة الاختلاف بين الناس فهذه حقيقة وجودية لا بد أن نقر بها ونعلم أن هناك أشكال للاختلاف بين الناس منها أو صور لاختلاف بين الناس منها الشكل اللون وكذلك الجنس وكذلك العرق وأخيرا اللغة ثم تعرفنا بعد ذلك على مفهوم الهوية وعلمنا أنها عبارة عن مجموعة من الأفراد قليلة العدد متميزة ثقافيا أو عرقيا تعيش وسط جماعة أكبر داخل الدولة ثم تحدثنا عن عوامل نشأة الأقليات وعلمنا أن هناك مجموعة من العوامل تشارك أو تساهم في نشأة الأقليات على مستوى العالم منها الهجرة وهي هجرة بعض السكان إلى أرض غير مكانهم الأصلي مثل هجرة العرب إلى أوروبا بدوافع سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وكذلك الاحتلال وهو سقوط مناطق ذات أقلية ما في دولة تحت حكم دول أخرى وإجبارهم على الاندماج مع قوى الاحتلال وأيضا من عوامل نشأة الأقليات نشأة أو ظهور مفهوم الدولة الوطنية الحديثة وأن نشوء مفهوم الدولة الوطنية الحديثة أدى إلى ظهور الأقليات حيث أصبحت مسألة السيادة والوحدة هي الهاجس الأول لهذه الدول وأي حديث عن الأقليات ينظر له بحذر ثم تحدثنا عن الأسس التي تستند إليها حقوق الأقليات وهي الاعتراف بأن وضع الأقليات ضعيف وكذلك حمايتهم من التمييز والعداء والعنف وأيضا أن حماية الأقليات أمر أساسي للاستقرار والأمن في المجتمع ثم تعرفنا على الهويات التي تحترمها المجتمعات العادلة حيث تحترم الهوية العرقية وكذلك الهوية الثقافية والهوية القومية وأخيرا الهوية الدينية أما عن الإعلانات والمواثيق الدولية التي أكدت على حقوق الأقليات فرأينا منها أولا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وكذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 وأيضا ميثاق حقوق الأقليات لعام 1992 ثم تعرفنا على حقوق الأقليات في ميثاق حقوق الأقليات لعام 1992 وعلمنا أن منها الحق في حماية وجودهم وكذلك الحق في التعبير وتطوير ثقافتهم وتقاليدهم وعادتهم وأيضا الحق في ممارسة شعائرهم الدينية واستخدام لغتهم والحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحق في المشاركة في الحياة الإجتماعية والثقافية والاقتصادية وأخيرا الحق في التعليم ثم رأينا أن هناك مجموعة من المشكلات واجه الأقليات منها مشكلات تذويب الهوية الثقافية والدينية وكذلك مشكلات تتعلق بمصادرة الحريات وأيضا مشكلات تتعلق بصعوبات في المشاركة السياسية ثم تعرفنا على مفهوم الهوية وعلمنا أنه هو الإطار المعنوي للأفراض والجماعات الذي يحدد لهم ملامح شخصيتهم الحضارية أما عن أهمية قضية الهوية للأقليات فرأينا أن الهوية هي من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الأقليات بسبب صعوبة التوفيق بين هوية الأقليات وهوية المجتمعات التي يعيشون فيها ثم رأينا القوانين أو الأمور التي تتعلق بمصادرة الحريات حيث قامت بعض الدول بإصدار بعض القوانين تنتقس من حريات الأقليات الأساسية منها منع تملك العقارات وكذلك الحرمان من حرية السفر والتنقل وأيضا منع بناء دور العبادة أما عن صعوبات المشاركة السياسية فتعرفنا أولا على مفهوم المشاركة السياسية وعلمنا أنها عبارة عن العملية التي يمكن من خلالها أن يقوم الفرض بدوره في الحياة السياسية وأخيرا تعرفنا على المشكلات المتعلقة بالمشاركة السياسية ورأينا منها سلب حقوق الأقليات السياسية سواء أفرادا أو جماعات من طرف الأكثرية وكذلك تعرض الأقليات للاضطهاد السياسي والذي يأخذ شكل من أشكال أو شكل اعتبار الانتماء إلى عرق أو دين غير الديانة الرسمية للدولة جريمة يعاقب عليها القانون أما عن درسنا لهذا اليوم أحباء الطلاب فمن خلال هذه الخريطة الموجودة في كتابك المدرسي صفحة 22 نستطيع أن نجمل أو نقول أننا سنتحدث عن بعض نماذج الأقليات في بعض الدول منها الأقليات المسلمة كأقلية الروهينجا في ميانمار وكذلك أقلية الغبر ليكون عنوان دسنا لهذا اليوم نماذج للأقليات في بعض الدول الجزء الأول وكما تعودنا أحباء الطلاب نبدأ الدرس بأهداف الدرس حيث يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن أولا يفسر الاهتمام بقضايا الأقليات ثانيا يذكر عوامل نشأة الأقليات المسلمة حول العالم ثالثا يعدد الحقوق التي تتمتع بها الأقليات المسلمة في بعض الدول عزيز الطالب تستطيع أن تتابع معي هذا الدرس من خلال كتابك المدرسي صفحات 22 و23 نبدأ بالهدف الأول أحباء الطلاب وهو أسباب الاهتمام بقضايا الأقليات من خلال هذه الفقرة الموجودة في كتابك المدرسي صفحة 22 افتح معي الكتاب وسنقرأ سويا هذه الفقرة لنتعرف عن أسباب الاهتمام بقضايا الأقليات الفقرة تقول يعد الاهتمام بموضوع الأقليات على اختلاف أوطانهم ولغاتهم وأعراقهم من القضايا المهمة التي يجب تناولها لما تتعرض له من انتهاكات في بعض الدول وبالرغم من التأكيد على حقوقهم في العديد من المواثيق والاتفاقات إلى أن أو إلا أن بعض هذه الأقليات ما زالت تعاني من افتقادها لحقوقها الإنسانية مما يجعل أمر قضيتهم وحلها مسألة مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي والسؤال من خلال النص بما تفسر الاهتمام بقضايا الأقليات لماذا نهتم بقضايا الأقليات والإجابة وذلك لتعرضها أي تعرض الأقليات للانتهاكات وافتقادها لحقوقها الإنسانية السؤال الثاني أيضا من خلال النص بما تفسر أهمية حل قضية الأقليات لماذا حل هذه القضية مهم؟ هنقول وذلك لأنه يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع لنتأمل الخريطة سويا أحباء الطلاب التي توضح نسب الأقليات المسلمة حول العالم ونتعرف من خلال هذه الخريطة أنه يعيش ما يزيد عن نصف مليار مسلم في ظروف متداخلة ضمن مجتمعات تتعرض فيها الثقافات والأعراف والديانات مما يجعلهم تتعدد عفوا مما يجعلهم أقلية دينية وبشري هذه الأقلية تواجه عدة تحديات في ظل تزايد أعداد الأقليات المسلمة في العالم هنا أحباء الطلاب وصلنا لنشاط طرح الأسلة المتعلق بالهدف الأول والسؤال الأول يقول يبلغ عدد الأقلية المسلمة في العالم ربع مليار نصف مليار مليار برافو عليك نصف مليار السؤال الثاني بما تفسر أهمية حل قضية الأقليات ليه حل قضية الأقليات مهم وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع السؤال الثالث ما العلاقة بين تمتع الأقليات بحقوقهم واستقرار المجتمعات سنجد أنها علاقة ترضية حيث كلما تمتعت الأقليات بحقوقها تحقق الاستقرار والأمن في المجتمع أما عن سؤال التقويم البنائي فالسؤال يقول بما تفسر الاهتمام بقضايا الأقليات لماذا يهتم العالم بقضايا الأقليات وذلك لتعرضهم للانتهاكات وافتقادهم للحقوق الإنسانية ومن هنا نستمد قيمة درسنا لهذا اليوم أحباء الطلاب وهي عن الحرص على احترام الآخرين والتعايش السلمي معهم وإن تعددت لاختلافات بين الناس والاختلاف بين الناس سنة كونية من سنن الله في الكون حيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لام لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق الله العظيم الآن نذهب للهدف الثاني أحباء الطلاب وهو عوامل نشأة الأقلية المسلمة حول العالم الآن عزيز الطالب تابعي معي في كتابك المدرسي صفحة ثلاثة وعشرين لنجد أن عوامل نشأة الأقلية المسلمة حول العالم تتمثل في أولا إسلام أهل بعض البلدان ثانيا هجرة المسلمين وسنفصل في هذين العاملين كالتالي أسباب نشأة الأقليات المسلمة أولا إسلام أهل البلد كما حدث في العديد من دول العالم مثل الهندي وأثيوبيا ثانيا هجرة المسلمين واستقرارهم في مختلف بلدان هذين العاملين أدى إلى نشأة أو ظهور الأقليات المسلمة في العالم الآن مع نشاط طرح الأسئلة المتعلقة بالهدف الثاني السؤال الأول من أسباب نشأة الأقليات المسلمة في العالم هل التعرض للاحتلال أم هجرة المسلمين أم التعرض للإبادة سنجد أن ربما تقريبا جميع الإجابات صحيحة ولكن الأصح فيها هي هجرة المسلمين السؤال الثاني ماذا ترتب على إسلام بعض البلدان كالهند وأثيوبيا والإجابة كالتالي نشأة الأقليات المسلمة في هذين البلدين السؤال الثالث ذلل على صحة العبارة التالية تعددت العوامل التي أدت لنشأة الأقليات المسلمة في العالم العبارة صحيحة والدليل إسلامي أن من عوامل نشأة الأقليات إسلام أهل البلد كما حدث في الهند وأثيوبيا وكذلك هجرة المسلمين واستقرارهم في مختلف بلدان العالم أما عن سؤال التقويم البنائي فالسؤال يقول اذكر عوامل نشأة الأقلية المسلمة حول العالم وقد فصلنا فيه سلفا الآن مع الهدف الثالث وهو يتحدث عن الحقوق التي يتمتع بها أو تتمتع بها الأقلية المسلمة في بعض الدول عزيز الطالب من خلال كتابك المدرسي صفحة 23 ومن خلال هذه الصور التي أمامك نستطيع أن نستنتج هذه الحقوق كالتالية أولا الحرية الدينية حيث تتمتع الأقليات المسلمة في بعض بلدان العالم بالحرية الدينية في أداء المشاعر الدينية أو الشعائر الدينية وإنشاء المدارس الخاصة بهم والاعتراف بالمسلمين كأقلية دينية على غرار الأقليات الأخرى مما يترتب عليه الاعتراف بالمواطنة وحرية العقيدة ثانيا استقلال الأحوال الشخصية حيث تم منح الأقليات قوانين مستقلة في الأحوال الشخصية والحرية في اختيار الزي المناسب لهم والمحافظة على هويتهم أيضا آداء الدور السياسي حيث تتمتع الأقليات بأداء دورها في المجتمع بما في ذلك الدور السياسي مثل تولي مناصب قيادية والاشتراك بعضوية البرلمان وأخيرا حرية انتخاب ممثليها حيث تشجع أو تم تشجيع الأقليات الإسلامية بانتخاب ممثليها بحرية كاملة دون تدخل الدول التي يعيشون فيها الآن وصلنا لنشاط طرح الأسئلة السؤال الأول من أهم الحقوق التي تمارسها الأقليات في بعض الدول هل حق التملك أم حق المعاربة أم حق ممارسة الشعائر الدينية جميع الإجابات صحيحة والأصح فيها حق ممارسة الشعائر الدينية السؤال الثاني وهو يمثل السؤال الرابع في كتابك المدرسي صفحة 40 والسؤال يقول من نتائج المترتبة على الاعتراف بالمسلمين كأقلية دينية برافو عليك يا بطل الإجابة كما ذكرت هي الاعتراف بالمواطنة وحرية العقيدة لهذه الأقلية السؤال الثالث دلل على صحة العبارة التالية تمارس الأقليات المسلمة العديد من الحقوق في بعض الدول العبارة صحيحة والدليل هذه الحقوق الحرية الدينية منح الأقليات قوانين مستقلة في الأحوال الشخصية أداء الأقليات دورها السياسي الاعتراف بالمسلمين كأقلية دينية وعلى غرار الأقليات الأخرى الآن مع سؤال التقويم البنائي والسؤال يقول عدد الحقوق التي تتمتع بها الأقليات المسلمة في بعض الدول والإجابة كما ذكرنا الحرية الدينية حرية قوانين أو استقلال قوانين الأحوال الشخصية أداء الدور السياسي والاعتراف بهم كأقلية دينية أحباء الطلاب وصلنا لختام درسنا لهذا اليوم تحدثنا فيه عن مجموعة من النقاط المهمة حيث ذكرنا أسباب الاهتمام بقضايا الأقليات وكذلك عوامل نشأة الأقليات المسلمة حول العالم وأيضا تحدثنا عن الحقوق التي تتمتع بها الأقليات المسلمة في بعض الدول أحباء الطلاب في النهاية لا يسعنا إلا أن نتمنى لكم دوام التوفيق والسداد والرشاد ونترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية